فتاة توفي والدها في حادث سيارة وهي في العشرين من عمرها وترك لها الملايين في البنوك فضلا عن العقارات والأراضي والأسهم أرادت أمها أن تزوجها ابن خالتها وعمها الكبير أراد أن يزوجها من ابنه الوحيد وذلك حتى لا تذهب الثروة عند رجل غريب وكانت المشكلة أن ابن الخالة وابن العم غيرا ملتزمين وهي لا تريد إلا الرجل الملتزم ولو كان فقيرا وحين تقدم لها شاب حافظ للقرآن ومعه دكتوراه ووضعه المادي متواضع رفضته أمها وعمها الكبير ولكن عمها الأصغر تدخل ووقف معها وقال للشاب أمهلنا أسبوعا فقط وسنرد عليك مذل العم الصغير جهدا كبيرا مع عمها الكبير فوافق بشرط أن يتنازل عمها الصغير لعمها الكبير عميراته في أخيه والد الفتاة والمبلغ كان أكثر من سبعة ملايين فقال العم الأصغر لا مانع عندي أتنازل لك مقابل سعادة ابنة أخي ثم ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصر رحمه ثم أقنع العم الصغير أم الفتاة بالموافقة وتقدم الشاب وتم الزواج وشكرت الفتاة عمها لوقوفه بجانبها وتضحيته بالتنازل عن حقه في ميراث والدها وبعد سبعة أعوام رزق العم الأصغر بثلاثة أبناء وأصبح يمتلك ثروة أكبر من ثروة والد الفتاة وهذا جزاء كل من يقدم للناس خيرا وكل من يصبر ويحتسب الأجر من الله أما العم الكبير فقد أصيب من مرض خطير أنفق عليه كل أمواله وكانت مصيبته الكبرى عندما تخلت عنه زوجته وأولاده ولم يجد في محنته سوى شقيقه الأصغر وابنة شقيقه المتوفى وزوجها فندم أشد الندم واستغفر الله وتاب إليه وفرح كثيرا عندما سمع الثلاثة بجانبه يقولون لقد سامحناك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ترجمة نانسي قنقر